السلام عليكم اهلا بكم في قناة مينو للعندي ميدو الكروشيه اليوم سوف اشرح لكم طريقة عمل طاقم لانجري الطاقم ده انا هشرح لكم مقاسم يلبس من ميديم لالورش هو عبارة عن البنتي ويدوك هشرح لكم على جزئين هتلاح لكم الدوزق الثاني في الوصفة اسفل الفيديو النهاردة الجزء الاول هشرح لكم البنتي بس لا تنسوش تشتركوا معي في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا بلايك ترشيل اللي عجبك في الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل البنتي مقاس ميديم بالنسبة للأدوات اللي هستخدمها انا هستخدم خيط قطن هستخدمه على فتلتين وهستخدم معاه ابر مقاس اربعة مليمتر بالنسبة للبنتي ده هستخدمها هو مقاس ميديم بدايته تبدأي تشتغلي سلسلة هنبدأ نشتغل اربعة وعشرين سلسلة ارتفاع يبقى اجمالي عدد السلاسل اللي هتشتغليها ستة وعشرين غرز سلسلة تمام؟ بتأخذي لفة بتسيب غرزة تانية وتدخلي في الثالثة بتعملي فيها غرزة عمود بلفة وتشتغلي فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة حد ما اجمالي عدد الغرزة الاعمودة بلفة هتبقى معانا 24 غرزة سلسلة بعد ما بنشتغل 24 غرزة سلسلة كده اجمالي اعدد الغرز 24 غرزة عمود بلفة اهو تمام؟ الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه؟ هنرتفع ب 2 سلسلة هنبدأ ان احنا نعمل التناقص والتناقص بتاعنا هيبقى ازاي؟ بترتفع ب 2 سلسلة بنشتغل في الغرزة اول غرزة بناخد لفة وننزل في الغرزة وناخد لفة ونطلع من حلقتين واخد لفة وانزل في الغرزة اللي بعدها واخد لفة واطلع من حلقتين تمام كده بالشكل ده وبعد كده باخد لفة واطلع من الثلاث حلقات بعد كده بشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بنوصل لنهاية السطر بالشكل ده كده فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة وفي نهاية العіть ناقص ندلطع ثلاث غرزا نب REAL 80% ثلاث غرزاire ثلاثت حضورهم ثلاث غرزا شبه ثلاث غرزا ثلاث غرزا غرزا ثلاث غرزا حان أصبحت مع بعض يوم غرزا غرزا لزيدة على الغرزك كده بالشكل ده. وصلت كده لاخر تلت غرز باخد لفة وبنزل في الغرزة واخد لفة واطلع من غرزة واخد لفة واطلع من حلقتين. واخد لفة وانزل في الغرزة اللي بعدها واخد لفة واطلع من غرزة واخد لفة واطلع من حلقتين. بعد كده باخد لفة واطلع من التلات حلقات. وبعد كده باشتغل في اخر غرزة غرزة عمود بلفة. الخطوة اللي بعد كده بنرتفع باتنين سرسلة وبلف القطعة. بنزل في الغرزة اول غرزة باخد لفة واطلع من غرزة واخد لفة واطلع من حلقتين وااخد لفة وانزل في الغرزة اللي بعدها واخد لفة واطلع من حلقتين بعد كده باخد لفة واطلع من الثلاث حلقات بعد كده باشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بنوصل لنهاية السطر وفي نهاية السطر اخر ثلاث غرز كمان بكرر نفس الخطوة بالشكل ده زي ما انت شايفها هكرر نفس الخطوات وهرجع اوضح لكم في اخر السطرة هنشتغل ازاي? وصلت كده لاخر تلت غرز هنشتغل الغرزتين دولة تناقص. باخد لفة بنزل في الغرزة واخد لفة واطلع من حلقتين واخد لفة وانزل في الغرزة اللي بعدها واخد لفة واطلع من حلقتين واخد لفة واطلع من التلات حلقات. بعد كده بشتغل في اخر غرزة غرزة عمود بلفة كده بالشكل ده. خطوة اللي بعد كده برتفع باتنين سلسلة بلف القطعة بانزل في الغرزة واخد لفة واطلع من حلقتين وااخد لفة وانزل في الغرزة الي بعدها وااخد لفة واطلع من حلقتين وباخد لفة واطلع من الثلاثة حلقتين احنا بنأشتغل تناقص في بداية ونهاية السطر زي ما وضحت لك انا قررت هارك اكتر من مرة بحيث ان هي تبقى واضحة معاك اشتغل التناقص كده بالشكل ده لحد ما بنوصل لجزء بتاع الكيرف بتاع البنتي فانا هاكمل بالتناقص لحد ما تمام؟ والجزء بتاع البنتي ده انا هرجع وضح لك مقاسه كام بالزبط تمام؟ ارتفعت كده لحد ما وصلت للجزء اللي محتاجه والجزء اللي محتاجه هنا القطعة دي بتبقى سبعة سنتي مقاس ميديم بيبقى سبعة سنتي تمام؟ هنرتفع بعد كده الخطوة اللي بعد كده هنرتفع باتنين سلسلة هلف القطعة هشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة بالشكل ده لحد ما بنوصل لنهاية السطر وبرتفع بالأسطر لحد ما اجمالي عدد الأسطر عندي بتبقى تمن أسطر فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة ده اللي هو الحردة بتاعة الحجر اللي من خلالها بنشتغل بعد كده الجزء الخلفي من البنتي تمام؟ اهو برتفع بعد كده بتنين سلسلة بعد ما بتوصل لنهاية السطر وبنلف القطعة بنشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بنوصل لنهاية السطر اهو وهنا اخر غرزة هشتغل فيها غرزة عمود بلفة هرتفع لحد ما اجمالي عدد الأسطر بيبقى عندي تمن أسطر تمام؟ وهرجع اوضح لك هنشتغل الجزء الخلفي هيبقى معانا ازاي وهنتزايد فيه ازاي وكل خطوة هوضحها لك انا كده ارتفعت لحد ما وصلت لتمن أسطر اللي محتاجاها الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه؟ هرتفع باتنين سلسلة هنبدأ نعمل الجزء الخلفي والجزء الخلفي هيبقى عبارة عن ايه؟ ان احنا بنشتغل في أول غرزة وآخر غرزة هنشتغل فيها تزايد الاثنين سلسلة دي بمعدل غرزة العمود بلفه هشتغل في نفس الغرزة كمان غرزة عمود بلفه باخد لفه وبانزل في الغرزة كده بعمل فوقها غرزة عمود بلفه بعد كده باشتغل فوق جورزة غرزة عمود بلفه لحد ما بنوصل لنهاية السطر وفي نهاية السطر هشتغل غرزتين عمود بلفه في آخر غرزة اهو غرزة عمود بلفة واللي بعدها كمان غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر تمام وفي نهاية السطر كده اخر غرزة هشتغل فيها اتنين غرزة عمود بلفة ادي واحد ادي كده اتنين بكمل كده بنفس الطريقة تمام هرتفع بعد كده اتنين سرسلة هلف القطع بتاعتي هدخل في اول غرزة هشتغل فيها غرزتين عمود بلفة الاتنين سرسلة ارتفاع بمعدل غرزة عمود بلفة وعملت كمان غرزة كده عملت التزايد بعد كده بشكل تلقائي فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بتوصلي لنهاية السطر وفي نهاية السطر هتشتغلي غرزتين عمود بلفة اهو كده كمل معاكو كده لنهاية السطر عشان اوضح لكم الجزء هاي بقى زي هادي كده هادي اخر غرزة بدخل فيها بعمل غرزتين عمود بلفة هادي واحد هادي كده اثنين بالشكل ده وكمان برتفع بالأسطر كده بنفس الطريقة تمام هو كده بشكل تلقائي الجزء بدأ يكبر معنا هو الجزء الخلفي هيبقى اكبر من الجزء الامامي بترتفع بالأسطر لحد ما بتوصلي للطول ده الجزء ده تمام هكمل زي ما وضحت لك في بداية السطر ونهاية السطر هتشتغلي التزايد هاشتغل التزايد وهارجع ووضح لك هاشتغل ازاي و هنقفل البنتي بتاعنا ازاي انا كده ارتفعت بالأسطر زي ما وضحت لك لحد ما وصلت للجزء الخلفي وبعد كده اشتغلت الفراغات دي نفس الفراغات اللي اشتغلتها في الجزء الخلفي هاشتغلها كمان في الجزء الامامي بس هنا عدد السلاسل في الجزء الامامي اللي هنعملها في الجنبين بتبقى اكتر من عدد السلاسل في الجزء الخلفي تمام الجزء الخلفي هنا عملت عدد السلاسل بتاعتي تمانية تمام الجنب ده والجنب ده كانوا تمانية انما هنا هنعملها 14 غرزة تمام لاني اهو لما تجد كده علشان توصالي للجنب ده لازم يبقى فيه 14 غرزة والجنب ده لازم يبقى فيه 14 غرزة تمام هدخل في الجنب ده الاول هعمل اربعتاشر غرزة سلسلة بسبت الخيط بتاعي اهو كده الاول بتسبتيه بالشكل ده وبترتفعي اربعتاشر غرزة سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا لحد ما افتصلي للاربعتاشر غرزة سلسلة كده وصلت للغرزة رقم اربعتاشر بقص الخيط بتاعي كده بالشكل ده الخطوة وبعد كده اهو تمام اه خلاص بنقص الخيط الخطوة اللي بعد كده هناجي في الجنب ده هنشتغل اربعتاشر غرزة سلسلة بلاس اه تلات سلاسل ارتفاعي وبقى هنرتفع ب بسبعتاشر غرزة سلسلة باجي كده بجيب الخيط اهو بنسبت الاول بنعمل غرزة التسبيت بتاعتنا كده وبعد كده اهو بتشد الخيط كده على بعضه وبعد كده بترتفعي بسبعتاشر غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر وهكذا لحد ما بكون السبعتاشر كده كملت سبعتاشر غرزة سلسلة طيب هنا ليه هنا ليه سبعتاشر وهنا ليه اربعتاشر هنا اربعتاشر زائد تلاتة آآ سلاسل ارتفاع لاني هنشتغل كده باخد لفة بسيب التلات سلاسل ارتفاع دي واحد اتنين تلاتة بدخل في التالتة كده في الرابعة في الغرزة رقم اربعة بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة سلسلة بسيب غرزة بدخل في اللي بعدها غرزة عمود بلفة تمام سلسلة بسيب غرزة بدخل في اللي بعدها غرزة عمود بلفة تمام سلسلة بنفس الطريقة كده لحد ما بنوصل لنهاية السلازل اللي عندي اهو وصلت كده لنهاية السلازل تمام عملت غرزة عمود بلفة سلسلة بسيبها بدخل كده بعد كده على الاعمدة بلفة اللي عندي اهو بدخل في اول غرزة هعمل فوقيها غرزة عمود بلفة وهشتغل الجزء ده كله فوق الاعمدة بلفة السطر ده كله من غرزة العمود بلفة فوق كل غرزة والخيوط بتاعة البداية دي او الخيوط الزاي ده بناخدها واحنا بنشتغل هشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة كده بالشكل ده لحد ما بنوصل لنهاية الغرز اللي عندنا اهو غرزة عمود بلفة الغرزة اللي بعدها غرزة عمود بلفة هكمل لحد ما بوصل للنهاية وصلت كده لنهاية السطر من غرزة العمود بلفة الخطوة اللي بعد كده بعمل غرزة سلسلة بسيب اول سلسلة بدخل في اللي بعدها غرزة عمود بلفة سلسلة بسيب غرزة بدخل في اللي بعدها غرزة عمود بلفة سلسلة كده بالشكل ده غرزة عمود بلفة سلسلة بسيب غرزة بدخل في البعدها غرزة عمود بلفة تمام وهكذا بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر غرزة عمود بلفة سلسلة بسيب غرزة بدخل في آخر غرزة بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة اهو كده بالشكل ده الخطوة لبعد كده هعمل ايه هرتفع بتلاتة غرزة سلسلة تمام وبلف القطعة هشتغل عند غرزة العمود بلفة غرزة عمود بلفة وعند الفراغ هعمل غرزة سلسلة وبدخل في غرزة العمود بلفة بعمل غرزة غرزة عمود بلفة سلسلة تمام غرزة عمود بلفة سلسلة بالشكل ده بنفس الطريقة غرزة عمود بلفة بسيب غرزة بعمل في اللي بعدها غرزة عمود بلفة لحد ما بنوصل لنهاية السطر تمام هكمل لحد ما بوصل لنهاية السطر وهرتفع كمان سطر بحيث اجمالي عدد الأسطر يبقى معايا ثلاث أسطر وهنرجع مع بعض نقفل البنتي التأفيلة بنهاية بتاعتنا انا كده خلاص وصلت للسطرين بحيث اجمالي عدد الأسطر من الفراغات في الجنب بيبقى ثلاث أسطر انما في النص كده بيبقى سطرين تمام هنبدأ دلوقتي نقفل الجنبين ببعض عشان نكون البنتي طيب هنقفلها ازاي بقى بتدخلي كده في الغرزة والغرزة المقابلة لها تمام وبنعمل غرزة حشو بالشكل ده في الغرزة والغرزة المقابلة وبنعمل غرزة حشو ايدي في الغرزة والغرزة المقابلة وبتشتغل غرز حشو كده على الأطراف كلها كده بنفس الطريقة اهو غرزة حشو الغرزة والغرزة المقابلة واعمل غرزة حشو كده بنفس الطريقة. هذه الغرزة والغرزة المقابلة. واخر غرزة بعمل فيها غرزة حشو. وبنعمل غرزة سلسلة وبنقص الخيط بتاعنا. تمام? والجنب الثاني هكرر نفس الخطوة بالزبط. اهو. بتثبت القطعتين على بعض. تمام? وبنبدأ ان احنا نشتغل غرز حشو. نرتفع كده. بغرزة وبنبدخل في الغرزة والغرزة المقابلة وغرزة الحشو. اهو. انا بقفلها معاكم بحيس ان هي تبقى باينة وواضحة. آآ معاكم. تمام? بالشكل ده. تمام? وبنقص الخيط. تمام? ادي كده. الشكل النهائي للبنتي بتاعنا بيبقى بالشكل ده. وبكده بنتهيت من طريقة عمل البنتي. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو. اتمنى تكون استفدتم. وقدرت اشرح لكم طريقة عمل البنتي بتراية سهلة وبسيطة. لو عندك ملحوظة وسبسور. تقدر تسيب كومنت اسفل الفيديو. او على صفحاتنا على الفيسبوك. هتلاقي لنك موجود في الوصفة اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معي في القناة. وتفعل زر الجرس. وتشغلوني بلايك وشيل علاقة الفيديو. عشان قادر اوصل عدد ناس اكبر. وتقدر تتبعونا على الويبسايت بتاعنا. او على صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. هتلاقي لنكات موجودة في الوصفة اسفل الفيديو. اشوفك على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للاحظة الله.